علاقات وطيدة تمتد جذورها عبر التاريخ تربط مصر والهند وتشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات نعم وتعددت الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين ما أضف زخماً كبيراً للعلاقات بين القهرى ونيودالهي علاقات وطيدة تمتد جذورها عبر التاريخ بين مصر والهند وهو ما عكسته زيارات رسمية المتبادلة بين البلدين حيث أعطت تلك الزيارات مزيداً من الزخم في العلاقات ففي أكتوبر عام 2015 كانت أول زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند لحضور قمة منتدى الهند إفريقيا والتي عقدت في العاصمة نيودالهي وعلى هامشها كان لقاء الرئيس السيسي برئيس الهند السابق برناب مخرجي فكانت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعظيم التعاون الاقتصادي والسياسي أبرز ما تناوله اللقاء وفي العام 2016 قام الرئيس السيسي بزيارة للعاصمة نيودالهي استجابة لدعوة الرئيس الهندي برناب مخرجي حيث عقد الزعيمان مباحثات قمة تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فضلاً عن تطوير التنصيق والتعاون بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ولا سيما في ضوء التحديات والتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية وفي العام 2022 أرسلت الهند وزير خارجيتها إلى مصر لتأكيد ما تم الاتفاق عليه والتباحث بشأنه خلال لقاءات القمة للرئيس السيسي والرئيس الهندية فكانت مباحثات الرئيس السيسي ووزير الخارجية الهند في ذات الإطار وعلى رأسها تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون في عدد من المجالات بما يتصق مع مكانة وإمكانات الدولتين وتأكيدا على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وجهت الهند الدعوة لمصر لتشارك في جميع اجتماعات وفعاليات مجموعة العشرين والتي ستترأسها الهند في الدورة الراهنة لمدة عام فشاركت مصر بالفعل في الاجتماع الأول لممثل قادة الدول والحكومات بمدينة أوديابور الهندية لوضع خارطة طريق لاجتماعات المجموعة العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية على كافة المجالات عكست حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات الرافعة المستوى فضلا عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الأسيوية بما في ذلك الهند اشتركوا في القناة